كل فترة بنقرأ عن أزمات عن الأنسولين في مصر ومدى توفره النهاردة قطاع السيدلة بوزارة الصحة بيعلن على توفير أول مواد خام فرنسية لأول مرة وبأعلى جودة وهيتم من خلالها تصنيع الأنسولين في مصر تصنيع الأنسولين البشري محلياً لتوفيره داخل مستشفيات الوزارة للمرضى بالمجان وهيطرح فيه الصيدليات الحرة بأسعار في متناول المرضى لكن ده خبر كويس جداً لأنه بيعني أننا الأول مرة مش هتعرض لضغوط الاستراض وفرق أسعار العملة مفروض الأنسولين ده يرى النهر خلال أسابيع داخل الصيدليات أتمنى يكون الخبر ده يستفيد منه سادة مرضى السكر ترجمة نانسي قنقر